اشتركوا في القناة احنا حكينا انه بموعد بث الحلقة احنا من بث الحلقة يوم الاربع فمن بعد بث الحلقة في خلوه مسار ورح يستمر هذا خلوه المسار لمنتصف ليل الاربع على الخميس وبعدين في ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل من الميزان للعقرب ورح يفضل طول اليوم في العقرب فعشان هيك بتنقسم التوقعات انه قسم من موعد بث الحلقة لمنتصف الليل اللي هو بالميزان ومن بعد منتصف الليل ودورة كاملة لبث الحلقة القادم بالعقرب يعني برجين القمر الان موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة حكينا للفساد والقطع والمشاكل القمر رح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الأربعة يعني من بعد بث الحلقة بقى كم ساعة القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة اللي هي منزلة الزبانية الساعة خمسة وخمسة وخمسين نقول الساعة ستة يعني بمعنى الساعة ثمانية بتوقيت الأردن القمر رح ينتقل لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ولكن للأسف انه هذا اليوم في ضغط على القمر وولادة قمر جديد فبيكون وضع القمر منتحس فهاي الأمور ما رح تكون فعالة بقوتها اللي من المفروض انها تكون عليه القمر الان موجود في برج الميزان وبما انه رح يستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فبتظل الأجواء العاطفية والحسسية العاطفية والعلاقات العاطفية وتعزيز العلاقات العاطفية والمصالحات خصوصا بالعلاقات اللي شوي بتكون متوترة فهي فترة جيدة لغاية منتصف الليل بالفترة هاي منكون اجتماعيين اكثر ولكن الغيرة هي اكثر شيء ممكن يفسد اي علاقة بالفترة هاي طبعا القمر رح يشكل زاوية وحيدة ذكرناها بالامس قبل خلو المسار هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة من مساء الليل الاربعة بعدها رح يبدأ خلو المسار فهاي زاوية بما انها ايجابية ومستمرة يعني من موعد بث الحلقة ورح تستمر لغاية ساعة الصباح فبيظل انه العاطفة بتظلها متأججة بالفترة هاي وخصوصا اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة اللي هو ساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة يعني عشر ونص بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الاربعة يعني بتوقيت الاردن الساعة اتناعش ونص بعد منتصف الليل اللي هو الاربعة على الخميس ماشي بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هاد رح يستمر لغاية الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة اتنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس هاي فترة خلو المسار فترة خلو المسار عشان نرجع نشرحها بهدوء عشان الكل يفهم اشي دائما احنا بنحكي هي فترة هاي الفترة اللي هي فترة خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد البدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني اتفقنا على عملية جراحية واجه وقت في فترة خلو المسار ما فيه اي مشكلة اتفقنا على توقيع عقد واجه موعد توقيع العقد في فترة خلو المسار ما فيه اي مشكلة المهم الاتفاق يكون ما قبل خلو المسار اما في فترة خلو المسار اتخذ قرار بانه بدي اتزوج او بدي اخطب او بدي اطلب او بدي اوقع على عقد فهذا الاشي اللي احنا منحكيه منتحس فعشان هيك دائما منقول لو اضطر الانسان انه بدي يوقع على عقد كان متفق عليه واجه التوقيع في فترة خلو المسار يعني احنا منفضل انه ما يكون في فترة خلو المسار ولكن لو اضطراريا بدي يصير في فترة خلو المسار منقول وقع هذا واحد الساعة اتناش واثنين وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش بيصير القمر موجود في العقرب يعني ساعة ثلاثة الا عشر دقائق او ثمان دقائق بتوقيت الاردن من صباح يوم الخميس القمر بنتقل خلاص بصير موجود في العقرب هاي الفترة منكون فيها احنا اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة نشعر بالانتقاد وبالغيرة وحدتها وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في هاي الفترة تصلح لشراء تأمين مثلا او تجديد تأمين او عقد تأمين قراءة رواية بوليسية مشاهدة فيلم مغامرات مثلا او اكشن اتخاذ قرارات حاسمة وشراء بيت ولكن اليوم بما انه منتحس القمر يعني منقول هاي الامور شراء بيت واتخاذ قرارات حاسمة بلاها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا اللي رح تصير دائما لما بذكرها معناته تأثيرها طول النهار يعني مش انه لما بقول انا الساعة خمسة في زاوية مش انه الساعة خمسة بالضبط الزاوية لا الزاوية هاي بتكون قبل الزاوية مشكلة موجودة وتأثيراتها موجودة وما بعد الزاوية برضو بساعات برضو بتكون مشكلة وموجودة فعشان هيك هي ذروتها اللي هي الفترة اللي انا بذكرها يعني مثلا اول زاوية زاوية اقتران سلبي رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا هاي زاوية تاثيراتها بتبدأ من منتصف الليل وبتستمر لغاية تقريبا قروب الشمس فعشان هيك يعني بتأثر طول اليوم هاي الزاوية بما انها زاوية سلبية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر يعني الساعة 22 وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت الاردن من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض في هاي الفترة للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية هي ايجابية ولكنها بفحواها المرة هاي سلبية هي اللي هي اقتران ما بين القمر والشمس ومعناها اللي هي ان القمر اختفى تماما ومن هاي اللحظة يبدأ بداية الشهر القمري وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة واربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى اخر الساعة احداش واربعة عشر دقيقة بتوقيت الاردن يولد القمر فطبعا ما راح يكون هلال ما بيبين انه هلال الا بعد تقريبا بحدود ستعشر ساعة او اطمعشر ساعة منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا منشطبها لانه حكينا انه هاي اليوم تحديدا ولادة القمر هاد هي بيكون منتحس فيها او ممتزج بمعنى اخر فبيصير مشاعرنا حساسة جدا وما بنقدر نسيطر على مشاعرنا فعشان هيك ممكن نتحسس من اي كلمة او اي تصرف جميع الابراج طبعا بالنسبة للزاوية اللي تليها وهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس شفتوا ليش يعني شو سبب انه انا حكيت ممتزجي لانه القمر رح يسوي زاوية التقابل مع اورانوس والشمس رح تشكل زاوية التقابل برضو مع اورانوس لانهم في مرحلة ولادة فعشان هيك رح تكون السلبية وثاني شي لما القمر بيجي بزاوية اقتران بتتشتت اضاءته فيه اشخاص طبعا احنا ما بنخذها بكل الحالات فيه علماء فلك بسموه القمر المحترق او محترق بشعاع الشمس او هاي المسميات هسه هي مش دائما بنقدر اننا نأكدها بالاحتراق وسلبيته لانه احنا بناخذ اقترانه فاقترانه هو اساسا بيعمل سلبية في كثير من الحالات عشان هيك كلمة محترق هاي كلمة متداولة ولكن مش كل الفلكيين باخذوا فيها وانا من الناس اللي ما باخذها دائما يعني فيه اوقات معينة انا ما بعترف فيها بعترف فيها انها زاوية اقتران فيه ناس باخذوها بقولك لا هو الكوكب المحترق احنا بنعرف هاي ونعرف هاي ونعرف اثار هاي ونعرف اثار هاي زاوية التقابل السلبية لبين القمر وبين اورانوس هاي راح تكون الساعة تسعة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني الساعة احداش وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الاردن تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الخطيرة جدا ورح تتشكل زي ما حكينا في ساعة متأخرة اللي هي الشمس اورانوس وهاي زاوية التقابل السلبية فالشمس كانت بتشكل زاوية التربيع ما بينها وبين زحل وكانت برضو بآثار اورانوس عشان هيك يشوفنا في حدية صارت في الوسط السياسي في كثير من الدول وصلت للعنف طبعا هي بسبب اقتراب هاي الزاوية اللي هي زاوية التقابل مع اورانوس لانه اورانوس هو اللي له علاقة بالثورات فعشان هيك هاي زاوية التقابل الآن ذروتها ما يليها هي اللي بخوف مش ما قبلها ما بعدها زاوية التقابل السلبية هاي رح تصير الساعة 11 و 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني نقول الساعة 12 بتوقيت الاردن الساعة 2 يعني صباحا او فجرا من اليوم التالي اللي هو يوم الجمعة فعشان هيك اللي عندهم ساعات نهار في هاي الفترة هي الدول المتعرضة لهذا لهاي الذبذبة انهم يتأثروا فيها اكثر شيء هاي الزاوية بتدل على انه بعض الاشخاص بيتمردوا في هاي الفترة وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا في هاي الزاوية بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات وخصوصا في مثل هاي الوضعية هاي الزاوية بتدل على تغييرات او ازم مفاجئة في حكوم ما واحتمال اضرابات او اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة ووقوع ضحايا في بلد ما ركزوا لي على ماهاي قد يدل ذلك على حدوث حوادث طبيعية مدمرة كعواصف وزلازل وسقوط طائرات وحوادث في السكة الحديدة انا قرأتلكوا اياها بترجمتها زي ما درسناها هيك دائما كل ما بتصير هاي الزاوية هاي اهم الاشياء اللي احنا منحذر منها اوكي طيب الان اخلصنا احنا من الزاوية الفلكية طيب ايش الاعراض للفترة هاي بمن والقمر صار في العقرب هي اللي اكثر تأثرا من اعضاء الجسم صحيا او نهتم فيها صحيا الاعضاء المعرضة هي الاعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايض البرستات عضم العانة والجينات ماشي هاي اكثر النقاط اللي بصير فيها التهابات او بصير فيها امراض بالفترة هاي او حتى اللي بده يعالج بي روح لهاي العلاجات لهاي الامراض عشان يعالجها بهاي الفترة يعني عنده مرض فيها او عنده تعب فيها هي افضل فترة وجود القمر في العقرب عشان انا اروح انا اعالجها مش عشان اجنبها طبعا بما انه اليوم القمر ما يعني بولادته ما منوصي باجراء عمليات جراحية ولا بامور الها علاقة بالعمليات بمعنى اخر ما منوصي فيها ولكن برضو اللي بده يروح يتعالج او بده يروح على الطبيب وياخذ علاج هي فترة مناسبة لهي الامور ولكن للعمليات الجراحية اجمالا اليوم ما منوصي فيه كمان هذا يوم ما منوصي فيه لسبب الزوايا وولادة القمر والتقابلات هاي ما مننصح فيه لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة هي مناسبة فقط لازالة الشعر الزائد فقط لحالو يعني ماشي وما برضو لا ننصح فيها لقص الشعر التجميل او الصبغ ولا تصلح للقص العلاجي ليش لانه هذا يوم سلبي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو منقول انه اليوم هذا غير مناسب مش لانه رح يسوي احداث رهيبة لا لانه اعراضه بتكون اكثر على الاشخاص اللي بياخدوا المطعوم في خلال هذا اليوم لانه رح يضاعف عندهم الاعراض ولكن اذا اضطر انه ياخدوا الواحد ما قدر يتجنب هذا اليوم او بقدرش يأجل ليوم ثاني واضطر انه بياخدوا فبدو يلتزم بعملية الوقاية اللي هي خفض الحرارة البرستامول يبعد عن الناس يحاول انه ياخد قصد من الراحة البنادول اهم شي انه كل ست ساعات الاسبرين كل يوم حبه كنوع من انواع المميعات وحاول انه يعني يركز على الفواكه تحديدا بهاي الفترة بما انه القمر رح يكون موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 5-11 بيبدأ في تمام الساعة اربعة وتسع دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ستة وتسع دقائق مساء بتوقيت الاردن وبيستمر حتى اليوم التالي له نفس ما حصل في هذا الخلو المسار لأول ساعات من يوم السبت يعني الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لينتقل القمر لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد 28 يوم في تمام الساعة 8 دقائق صباحا بيصير 29 يوم في ساعات المساء المتأخرة بيبدأ يوم نسبة الإضاءة صفر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 منتحسة بنسبة 40% نزدت نحوستها لانه اليوم بتبلش تنهي زاوية المنفصلة زاوية التربيع ما بينها وبين زحل القمر في الميزان وبدي انتقل للعقرب حكي انا رح يظل يوم 6 11 الان هو منتحس بنسبة 40% او بعد منتصف الليل تحديدا بيكون منتحس بنسبة 40% ولكن مع ساعات الظهور بيصير منتحس بنسبة 75% عطارد في الميزان حتى يوم 5 11 يعني بكرة بده ينتقل هو سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 5 11 يعني برضه بكرة بده ينتقل هو سعيد اليوم بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 13 12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29 12 سعيد بنسبة 15% وزحل في الدلو حتى يوم 4 6 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 29 4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر الآن موعد بث الحلقة ما زال موجود في بيت الشراكة لإلك فتتركز اهتماماتك زي اليومين الماضيات حول تدعيم شراكاتكم شراكات مالية وشراكات عاطفية وأمور إلها علاقة بالشراكة أهم شيء أنك تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر يعني بمعنى آخر حاول أنك أنت ما تلتزم بشيء أنت ما تقدر توفي فيه وفي نفس اللحظة خفف من الحدية بالمشاحنات والمشاكل والحساسية يعني أن الوقت مش مناسب لهذا الأمر من ساعات الصباح الباكر بصير القمر موجود بنتقل للبيت الثامن فعشان هيك بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنك ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معكم كل الأمور ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار وحاول أنك تنتبه من النصابين والمحتالين خلال هذا اليوم برج الثور ما زال القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا العمل الجديد لأنه رح ندخل على فترة خلوم مسار وما ظل شيء لغاية منتصف الليل أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم بهاي الفترة وانتبهوا بشكل جيد على أعمالكم يعني مع الصحة في ساعات الصباح الباكر القمر رح ينتقل وصير مقابلكم تماما فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن شوي تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة أهم شيء أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية بدك تحاذر لأن القمر اليوم منتحس بدك تحاذر من القطيعة والدعاوى القانونية لأنه بالفترة هاي قصمة قوي والعرقيل ممكن إنها تستفزك أهم شيء أنه تنتبه لطاقتك لأنه بتكون ضعيفة هي اللي بدها اهتمام أكثر اليوم ما توقع على عقد وما تلتزم اتجاه الطرف الآخر بشيء ممكن ما توفي فيه برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل يعني الأجواء ما زالت إيجابية على المستوى النفسي والعاطفي والأمور داعميتك ولكن من ساعات الصباح الباكر بصير القمر انتقل وصار موجود في بيتك السادس فعشان هيك بتتركز الأمور كلها على العمل بصير العمل أكثر بيتراكم العمل عندكم بدكوا يعني تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن تتزامن عندك الواجبات وتصعب ممكن تضطر للعمل وقت إضافي وعمل زيادة أكثر بدكوا تحاذروا من المشاكل الصحية وتنتبهوا لصحتكم وبالمقابل بدكوا تنتبهوا من أي خلاف أو سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين زملائك بالعمل برج السرطان اتجنبوا ادخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث أو التزام بأي مسألة إلها علاقة بالعائلة أو بالبيت من الآن لغاية منتصف الليل يعني خل الأمور روتينية ومشيها يعني بأي طريقة من ساعات منتصف الليل أو من ساعات الصباح الباكر بصير القمر انتقل ودخل لبيتك الخامس فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الانتصالات واللقاءات أهم شيء انك تلطف الأجواء وحاول انك ترجع العلاقات مع الأحبة لطبيعتها اليوم رحتنا لما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة فهي فترة إيجابية ولكن دون خصومة ومشاكل مع الأحبة ما زال النشاط مسيطر عليكم عندكم طاقة عالية للاتصالات والحوارات والنقاشات من الآن لساعات منتصف الليل يعني تقريبا بحدود السبع ساعات هدول إيجابيات حاول انك تستغلها ولكن اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادة السيارة على طرقات من ساعات ما بعد منتصف الليل يعني ساعات الصباح أو الفجر الباكر هنا دي القمر رح ينتقل على البيت الرابع فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اليوم بدك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم أو مواجهتهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهمش أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك هاي فترة مناسبة للسفر ولكن للاستثمار بشوف أنه بدها نوع من التركيز برج العذراء احذروا من أي خطوة مالية جديدة وبدك تنتبهوا على أموالكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وخصوصا من إنك تداين أشخاص أو حتى شراء حاجية ثمينة من ساعات الصباح الباكر أي ما بعد منتصف الليل بساعتين الأجواء بتصير جيدة بتنشطوا في السفر الاتصالات بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أو مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك يعني بمعنى آخر بدك تستغل هذا اليوم بكل طاقتك ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارات وبرضو أثناء حركتك من بعض الإصابات مش يعني إشي بخوف برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتيادي يعني القمر لسا بعطيكوا في طاقته والآن بده يبدأ في مرحلة خلوم مسار وانتقال فعشان هيك خليكوا اعتياديين أو روتينيين في طريقة تعاطيكوا مع كل الأمور في ساعات ما بعد منتصف الليل يعني في ساعات الصباح الباكر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إش إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب وبرضو ما تبالغ بمصارفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو استشفائية ولكن اللي بدى حذرك منه إنه لا تكفى الحد ولا تداين حد في هذا اليوم برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لغذائكم صحتكم بتحاولوا تأخذوا راحة من وقت لآخر يعني بمعنى آخر إنجزوا فقط الأشياء المهمة والضرورية واتركوا أي أمر آخر من ساعات الصباح الباكر يعني من الساعة انتين فجرا القمر بنتقل وبيصير عندك فبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك الأجوة إيجابية ودعملة إلك بقوة بتصير وبتبدأ مرحلة جديدة أو شهر جديد يعني بعطيك طاقة ممتازة برج القوس بتنشطوا بين الأصدقاء من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أهم إشي إنه ما تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا إلكم أي شخص ممكن يحنث بوعده أو يلف ظهره أو يفشلكم فعشان هيك كل الوعود بالفترة هاي اللي هي من الآن لما بعد منتصف الليل بساعتين كلها هاي ما تخذوا فيها ما تعيشوا وهمها في ساعات ما بعد منتصف الليل يعني في ساعات الصباح الباكرة القمر يعني رح يدخل على بيت المتاعب فعشان هيك بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجديد طبعا هي الآن قمر ما زال في بيت السمعة فعشان هيك هو ضاغط شوي الآن لأنه مراحل الانتقال من الآن لساعات منتصف الليل فبتكونوا تواصلوا عملكم الاعتيادي ما تبادروا لعمل جديد حافظوا على سمعتكم ما تغامروا ما تجازفوا ما تتهوروا ما تتخذوا قرارات من ساعات ما بعد منتصف الليل يعني من أول ساعات الصباح الباكر الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يدخل برج حليف لإلك فبتصير العلاقات الاجتماعية هي الطاغي على الموقف فعشان هيك ممكن تلتقوا لأصدقاء اتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق عشان تكسبوا هذا اليوم من بدايته بيطمئن بالك لأنه رح تجد حليف يدعم تصوراتك خلال هذا اليوم أهم إشي أنك ما تستسلم وكرر المحاولات اللي كانت صعبة في الأيام الماضية برج الدلو طبعا القمر نزال في البيت التاسع لغاية ساعات منتصف الليل ولكن ما رح يدخل فترة خلوم مسار فعشان هيك اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وبرضو اللي عنده سفر أو عنده تنقلات بده ينتبه أثناء تنقلاته ويتفقد أمتعته بشكل جيد حاول أنك تمسك أعصابك إذا حدا حاول يستفزك من ساعات ما بعد منتصف الليل يعني ساعات الفجر الصباح الباكر أو الفجر الباكر القمر رح ينتقل وصير في بيت السمة فعشان هيك بيلزمكوا هاي الفترة المحافظة على سمعتكم وعلى مصالحكم الاجتماعية أكثر ممكن تخضع اليوم لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك ما تقوم يعني إلا بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ابعد عن أي مشاكل ممكن تسبب لك قلق أو توتر أو سوء تفاهم ما بينك وبين رؤساءك في العمل برج الحوت طبعا القمر ما زال في بيت الأموال المشتركة فعشان هيك أنتو اليوم برضو من الآن لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بساعتين بتكوا تجنبوا أي شراكة مالية وبتكوا تتفحصوا حساباتكم المشتركة وتخففوا من نفقاتكم وتبتعدوا عن كفالة أو ضمانة أو مداينة أشخاص يعني إنك تداين أشخاص فلوس وفي نفس اللحظة ما تلتزم بالديون ممكن إنك ما تقدر تسددها أو بواجبات ما تقدر تنفذها لغاية ساعات الصباح الباكر القمر بعديها بنتقلوا بصير في بيتك التاسع يعني من ساعات الصباح بصير في بيتك التاسع تنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقة مع الأجانب الأوراق القانونية هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوت تجربة جديدة وبرضو في أشخاص منكم ممكن يفكر للسفر يعني مرحلة جديدة رح تدخلوا عليها استغلوها من بدايتها هيك نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر